السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارغراف النهاردة هنتكلم عن موضوع التكنولوجيا في حياتنا Technology in our life نبدأ بالبارغراف بتاعنا Modern technology is التكنولوجيا الحديثة هي The most popular thing أشهر شيء in our life في حياتنا بدأنا البارغراف بتاعنا بجملة وبنقول التكنولوجيا الحديثة هي أشهر شيء في حياتنا Modern technology قلنا يعني التكنولوجيا الحديثة وصفت التكنولوجيا دي أنها حديثة Modern بمعنى حديث أو جديد Technology يعني technology Is بمعنى هي The most يعني أكثر Popular شهرة thing بمعنى شيء In بمعنى في Our life حياتنا It is around us إنها حولنا It is everywhere إنها في كل مكان يبقى بصف هنا التكنولوجيا وبقول أنها حولنا وفي كل مكان It دا ضمير بيشير للمفرد غير العاقل طبعا أصدنا على The modern technology التكنولوجيا الحديثة عشان مش كل شوية هكتب modern technology فكتبنا it بمعنى هي Around بمعنى حوله Around us حولنا نحن إنت طبعا بتعود على التكنولوجيا Everywhere يعني في كل مكان Technology has changed many things التكنولوجيا غيرت الكثير من الأشياء In our life في حياتنا يبقى بقول هنا أن التكنولوجيا غيرت الكثير من الأشياء في حياتنا Technology يعني التكنولوجيا Changed غيرت Many الكثير أو العديد Things يعني أشياء In في Our life حياتنا There are many important inventions هناك الكثير من الاختراعات المهمة يبقى بقول هنا أنه هناك الكثير من الاختراعات المهمة There are يعني هناك Many الكثير أو العديد Important مهم Inventions اختراعات طبعا وصفت الاختراعات دي أنها هامة For example على سبيل المثال In education في التعليم We use smart boards نحن نستخدم السبورات الذكية Tablets A tablet Mobile phones والهواتف المحمولة يبقى طبعا ذكرت أمثلة على الاختراعات الهمة في التكنولوجيا وقلت على سبيل المثال في التعليم نستخدم السبورات الذكية A tablet الهواتف المحمولة For example معناها على سبيل المثال In بمعنى في Education التعليم We نحن Use نستخدم Smart بمعنى ذكي Smart boards السبورات الذكية طبعا بوردس يعني سبورات جمع كلمة بوردس سبورة واحدة Tablets هي Tablet Mobile phones الهواتف المحمولة We also learn online نحن أيضا نتعلم على الانترنت And have exams online ونختبر على الانترنت يبقى بقول هنا أننا أيضا نتعلم عبر الانترنت ونختبر عبر الانترنت و بمعنى نحن Also أيضا learn نتعلم Online يعني على الانترنت And معناها Have exams يعني نختبر طبعا exam بيجي معها كلمة have بمعنى نختبر Online قلنا على الانترنت In communication في التواصل You can communicate with anyone يمكنك أن تتواصل مع أي شخص From any country من أي دولة يبقى بقول هنا في التواصل أنه يمكنك أن تتواصل مع أي شخص من أي دولة In يعني فيه Communication communication يعني التواصل You بمعنى أنت Can تستطيع أو يمكنك Communicate بمعنى تتواصل With مع Anyone بمعنى أي شخص أو أي أحد From من إني قلنا يعني أي Country يعني دولة We use social media نحن نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي To communicate with each other لنتواصل مع بعضنا البعض يبقى بقول هنا أننا نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لنتواصل الاجتماعي لنتواصل مع بعضنا البعض We بمعنى نحن Use نستخدم Social media وسائل التواصل الاجتماعي To بمعنى لأجل Communicate نتواصل With Each other بعضنا البعض In entertainment في الترفيه We watch smart TV نحن نشاهد التلفاز And play video games ونلعب ألعاب الفيديو يبقى في الترفيه نستخدم التكنولوجيا في مشاهدة التلفاز ونلعب ألعاب الفيديو In fee Entertainment الترفيه We نحن Watch نشاهد Smart TV يعني التلفاز أو التلفاز الذكي And معناها Play نلعب فيديو ألعاب الفيديو We also use technology نحن أيضا نستخدم التكنولوجيا In our houses في منازلنا يبقى بقول هنا أننا أيضا نستخدم التكنولوجيا في منازلنا ويعني نحن Also أيضا نستخدم تكنولوجيا التكنولوجيا In fee Houses منازل جمع كلمة house منزل واحد Our houses منازلنا نحن Fridge الفلاجة TV التلفاز Microwave Microwave Oven Elfurn And Mobile Phone والهاتف المحمول طبعا ذكرت هنا بعض الأمثلة للأشياء التي نستخدمها في المنزل التكنولوجيا طبعا الثلاجة والتلفاز Microwave الفرن والهاتف المحمول We can't live without technology لا يمكننا العيش بدون التكنولوجيا أنهينا الparagraph بتاعنا بجملة وبنقول أنه لا يمكننا العيش بدون التكنولوجيا We يعني نحن We يعني نحن Can't لا يمكننا أو لا نستطيع اختصار لكلمة Can not Can not طبعا في الparagraph هنكتب واحدة منهم Live بمعنى نعيش Without بدون Technology التكنولوجيا دلوقتي نقرأ الparagraph بتاعنا بسرعة من غير ترجمة عشان نحسم من مهارة الاستماع والقراءة لدينا في اللغة الإنجليزية Modern technology is the most popular thing in our life It is around us It is everywhere Technology has changed many things in our life There are many important inventions For example, in education we use smart boards, tablets, mobile phones We also learn online and have exams online In communication you can communicate with anyone from any country We use social media to communicate with each other In entertainment we watch smart TV and play video games We also use technology in our houses Fridge, TV, microwave, oven and mobile phone We can't live without technology بس كده انتهى الparagraph بتاعنا عن موضوع التكنولوجيا في حياتنا Technology in our life والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس كده انتهى البركاته